بغيتي تحيدي السحر المتجدد أو بغيتي تحيدي السحر المعمول في العتبة وفي البيت أو في الجسد ديالك مهم الصورة ديالك غد تحطيها على هاد العشوب وغادي تتبخي وبعد تحيدي الصورة ديالك تديرها ما بين الملابس ديالك وبعد هاد الماء أتقس به إلى ثلاث أقسام إذا بقوا معي في هاد الوصفة إن شاء الله تكون إيجابية السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هاد الفيديو وانتما في أحسن الأحوال السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية السلام عليكم يا أرواح طيبة تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هاد الفيديو ويلقاكم بالخير والرباح وكل حاجة تبنيته إذن اليوم معنا صيغة طلبوها بزبط الناس اللي بطال إليك تتخافي من السحر أو كتي عندك طاقة سلبية في بيتك في دارك في ولادك عندك طاقة سلبية تخليك السحر المتجدد السحر اللي تجد نفسه إذن طريقة خطيرة باش تترضي السحر طريقة خطيرة باش أنك تترضي السحر إن شاء الله وتحرقي جميع التوابع إذن ما يشدش بك السحر باش ما يشدش فيك السحر وباش أنك تخلص من التوابع إذن اليوم غاد يمدوا بهذا الصغر البانية إن شاء الله تتعطيكم طاقة إيجابية عشوب طيبين عشوب غاد يجبون من عند العطار يكون دائما قبلي دائما يكون عندنا عطار قبلي لأن العطار قبلي تتفائلوا به الناس ففيها احد حاجة يكون مقبل إلى القبلة دائما ستتباع دائما تتكون عنده طاقة إيجابية دائما تكون متفائل لأنه يتفائل بعطار قبلي بفعلي شركية لوالو غير أنه الناس القدام كانوا تتفائلوا بعطار قبلي تقولك اللي مقبل قبلا رتيكون في أدخل البركة اللي ما عندوش أو عندو عشوب في الدار رغي دي يديرها بدون أنه ممشي عد عطار قبلي لأن الناس في أوروبا ما عندهمش ما عندهمش العشوب كابلين إذن الناس اللي في أوروبا هاتي نعطيهم العشوب اللي يكونوا عندهم إن شاء الله ولكن لا بغيتي ما يشد فيك السحر أو ما يشد فيك السحر لوليداتك أو أنك عندك العتبة فيها السحر دائما تترشع لك السحر أو دائما عندك تجديد السحر تقدري تعمي بها تقدري ترشي بها البيت بالكامل ولكن واحد الآية اللي غادي نعطيها لكم غادي تدوموا لها الوقت لتكوني جلسة مع نفسك تقريها باستمرار باش ترضي السحر والطردية الطاقة السلبية اللي عندك في البيت يريد تقريها وانت موضي ومصلي مصلي جركعات بسبحة لله والذكرها بصوت مرتفع شوية إذن صليوا كاملين على سيد الخلق وخليوهن في التعليقات إن شاء الله باش تكمل معنا إن شاء الله الأمنية إذن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إذن الصلاة على سيد الخلق هي مفتاح الفرج إذن حلوا العقد ديالكم بالصلاة على الحبيب وصورة الفلق صورة الفلق هي من أقوى الصور لتتحل العقد وتتعطينا طاقة إيجابية وتتفتح لنا الأبواب لأن المعودتين يريد تضيفوا صورة الناس إذن المعودتين هي طاقة إيجابية لفتح النصيب في كل شيء دوموا عليها في الماء شربوها لأن هي رقية شرعية أما العشوب ديالي اليوم هما من عندها الطهر قبلي إذن عندنا الحنة أوراق الصدر الحنة أوراق الصدر الخزامة الخزامة عندنا العرعار العرعار أوراق الصدر والحنة 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 مع الحلبة في بلاسة الفاسوخ ما الأحسن يدير الفاسوخ لأن الفاسوخ هو طاقة السلبيا وطارد الحسد إلا الله من شجرة الكلخ واحد شجرات يقول له الكلخ تتفسخ القريم الجديد للي عنده الفاسوخ لما عنده يدير غير الحلبة الحلبة اللي درته من الكلبة تحيد الحلبة إذاً غادي ناخد صورة ديالي بعد ما نوضع فيها القرنفل تبات في الماء مع القرنفل باش أنك بحالة تدري قبول راسك القرنفل هوا عندي هنا ولكن وضعي واحد القبصة دي القرنفل مع الصورة ديالك لأنك غادي تبخي هاد الإبطال باش ميش يتفيك السحر وتبطلي السحر ولو يكون ميات عام يكون قديم غادي تبطلي السحر وغادي تحييدي علك الموانع وربي يسخر لغا قديم وجديد وحتى إذا كان شو واحد بعيد علك غادي مندير هاد الوصفة هيدق بابك ويدخل العتبة إذن هاد المكونات غادي نديرهم هنا مع الصورة مع الصورة هاد المكونات كلهم جيدين هانت هما أوراق الصدر الحنة العرعار الخزامة الحلبة الحلبة معلقة كبيرة مع الملحة كبيرة وغادي تديري هاد شي هنا بسم الله وخايف وكسر غادي تضيفي قنينة ماء الورد مع الماء وقطعة ديال الفاصوخ إذا غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي اتبخيها فوق البوطة غادي تضيفي لها الماء عادي جدا الماء اللي غادي يكفيك ثلاث أيام غادي تتبخي كاسرونة ولكن كل يوم خودي كأس كبير ديال هاد المكونات وغادي توضعيه في السطل والدخل للدوش عادي الدوش عادي من تخرجي تقرأي هاد الآية هاد الآية اللي غادي تقرأها تقرأها عدد سبعين مرة ثلاث أيام إذن غادي تقرأها يا معشر الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء وات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان هاد الآية في صورة الرحمن إنسان يقرأ تتعومي وتسالي الأوراق بغيتي جمعهم تنشفهم في الضل وديرهم في واحد كمية ميسا بيضة وتخليهم مع الملابس ديالك رائعين وفي نصف الوقت غادي يحيدوا لك النحس اللي عندك في الغرفة ديالك يريد تحطها غير في الغرفة قريبا الرأس ديالك رجيدة أو تحت الزرير رجيدة أتسحب لك الطاقة وفي نصف الوقت غادي تكوني ثلاثة أيام تقرأي هذه الآية مع آية الإبطال ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله غادي تقرأي سبعين مرة مع هاد هاد القراءة اللي أعطيتكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم ما تقدبان إذا أنا تقرأيها سبعين مرة لما قدرتش تقرأيها سبعين مرة قرأيها غير خمستاشر مرة ما قدرتش تقرأيها خمستاشر مرة قرأيها غير سبعة المرات وإنتي تقرأي وتتقولي ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله هاد ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله ولها سبعين مرة لأنك ستتخلصي من اللقديم ومن جديد سبحان الله سيكون عندك طاقة إيجابية حتى في حياتك لأنك أعطيتي واحد طاقة ثلاث أيام ستتدوشي في أي وقت لا عندك وقت هذا لا عندك وقت تقدري من مورا المغرب أو من مورا العشاء أو مع المغرب أو مع العصر أو مع الظهر أنت في الاختيار إذن الناس اللي باغين يطهروا جسد ديالهم من طاقة السلبية والسحر وتجديد السحر والسحر العتبة الناس اللي عندهم سحر العتبة تحاولي أنك هذا المال تخذي من النكاس وترشي العتبة وانتي تتقرأي ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عملاء المفسدين إذن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يبطل السحر لقديم وجديد مع الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم وتكذبان الله سبحانه وتعالى يحكم على الجن والإنس وانتدى تطلبي الله سبحانه وتعالى بهذه الآية قولي يا ربي تفرج عليها يا ربي تبطل عليها الأسحار الموانع تجديد السحر بغيت نزوج بغيت نعمل بغيت أنني نسافر قاع أي حاجة من سلي قولي الدعاء ديالك يخرج من القلب هو طاقة إيجابية إذن حبابي تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى لكم تكونوا ديما إيجابيين وهو سبحان الله العظيم هالطاقة رائعة وأكثر من رائعة هذي العشب سوف نعمل بهم أنا والعائلة ديالي ونرش بهم العتمة ونرش بهم الدار وسوف نقرأ هذي الآية لأنها تتعجبني تنكون في أي مكان في زحمة تنقرأها ما توقع لي وانو وتنكون غادة إيجابية وجاية إيجابية سبحان الله تتحميك لمن الجن ولمن الإنس إذن ديروا بها وخذوا بكلامي لأنه يستنبغي لكم غير الخير وتنبغي ربي عونكم ودائما الدعاء ديالكم توصلني الدعاء ديالكم أحبابي توصلني سبحان الله من تنود الصباح تلقى الأدعية ديالكم تنفرح وتنبغي نخدم مع أحبابي إذن أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى ربي عونكم وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته